هذا وقام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ مساء اليوم مادوبة عشاء تكريما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزار السعود حفظه الله بمناسبة زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية حضر مادوبة العشاء صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير السعود بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفي